قوى فاندرفال قوى فاندرفال هي قوى متبادلة بين جزيئات المادة الواحدة المتعادلة كهربياً مع بعضها البعض أي إن فرق السالبية الكهربائية بين الجزيئات يساوي صفراً وتنتج قوى فاندرفال من تجاذب أنوية الذرات في جزيء معين مع إلكترونات التكافؤ في جزيء مجاور وتوجد عادة في جزيئات المركبات التساهمية غير القطبية حيث يمكن تعريف السالبية الكهربائية للعنصر بأنها قدرة ذرة العنصر في الجزيء التساهمي على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية لتصبح بذلك رابطة تساهمية قطبية وهذا يعني أن نوع الرابطة الكيميائية يعتمد على فرق السالبية الكهربائية بين الذرتين فإن تساوت السالبية الكهربائية بين الذرات فإنها ستتشارك إلكترونات الرابطة وتصبح تلك الرابطة تساهمية غير قطبية حيث تعرف الرابطة التساهمية غير القطبية بأنها الرابطة التي تنشأ بين ذرتين إذا كان الفرق في السالبية الكهربائية بينهما يساوي صفرا أي لا تجذب أي من الذرتين الإلكترونات بل يتشاركان إلكترونات التكافؤ وهذا يعني أنه كلما قل فرق السالبية الكهربائية بين الذرات كانت الرابطة تساهمية غير قطبية خصائص قوى فانديرفال تعتمد قوى فانديرفال على عدد الإلكترونات فكلما كان عدد الإلكترونات في الجسيمات أكثر كانت قوى فانديرفال أقوى وتعتمد قوى فانديرفال أيضا على المسافة بين الجسيمات فكلما زادت هذه المسافة ضعفت الرابطة ولهذا نجد أن قوى فانديرفال تزداد بزيادة الضغط لأن الجسيمات تكون متلاصقة أكثر بزيادة الضغط كما أنها تضعف بارتفاع درجة الحرارة لأن الجسيمات تبتعد أكثر بارتفاع درجة الحرارة